اشتركوا في القناة وسبعين بالمئة من اعمال العقود والمشتريات وان المخطط تركيب اول هيكل من الصلب في خط الصهر الجديد خلال شهر سبتمبر الجاري وقد اكد الشيخ دعيج ان اعمال المشروع تسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة مما سيعزز مكانة الشركة كاكبر مصاهر للألمنيوم ذو موقع واحد في العالم مشروع التوسيع لدى شركة ألمنيوم البحرين ألبا سيتضمن انشاء خط صهر سادس ومحطة للطاقة الى جانب الخدمات الصناعية الأخرى حيث من المتوقع ان يبدأ الانتاج في مطلع شهر يونيو او مطلع شهر يناير من عام 2019 هذا المشروع مشاهدين سيعزز الطاقة الانتاجية السنوية للشركة عن طريق اضافة 540 الف طن متري يصبح اجمالي طاقة الانتاجية للشركة واحدا فاصل خمسة مليون طن متري سنويا كشفت مجموعة جي افتش المالية عن اتمام شركتها جي افتش كابيتل صفقة تخارج من محفظة عقارية في اتلنتا بقيمة تزيد على 43 مليون دولار وبينت المجموعة انه تم الاستحواذ على هذه المحفظة قبل ثلاث سنوات مبينة نجاح صفقة بسبب النمو الجيد لسوق العقاري في ولاية اتلنتا وتتوقع المجموعة ان يكون لهذه صفقة اثر ايجابي على النتائج المالية للمجموعة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2017 مؤكدة في الوقت ذاته على استمرار تركيز عملياتها في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال افريقيا والهند جدير بالذكر مشاهدين ان مجموعة جي افتش قد اعلنت في وقت سابق عنيتها اتمام صفقتين تخارج من قيمة 200 مليون دولار خلال النصف الثاني من العام الجاري 2017 وقد حققت جي افتش قفزة في صاف ارباح النصف الاول من العام الجاري بلغت 62 مليون دولار بارتفاع بنسبة 439% قياسا على نفس الفترة من العام الماضي ولان نتابع سعر صرف دينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نوصل نشرة اقتصادية مشاهدين مع اداء البورصات الخليجية لنهاة تعاقداته هذا اليوم وكما نلاحظ على الشاشة اغلقت معظم البورصات الخليجية في المنطقة الحمراء بنسبة متفاوتة دون نقطة مئوية قد تكون عملية تصحيح بعد موجة ارتفاعات سابقة نبدأ مع السوق المالية السعودية التي اغلقت من خفاض بنسبة 0.15% عند مستوى 7400 نقطة متأثرا باداء ضعيف لأسهم قطاعي البنوك والعقارات نتحول الى بورصة الكويت التي اغلقت من خفاض بنسبة 13 نقطة مئوية عند مستوى 6905 نقاط وجاء على رأس الانخفاض مؤشر قطاعي الخدمات المالية والبنوك ننتقل الى السوق ابو ظبي للأوراق المالية الذي كان الرابح الوحيد بنسبة 17 نقطة مئوية عند مستوى 4470 نقطة بسبب تقدم أسهم قطاعي الطاقة والعقارات فيما سجل سوق دبي للأوراق المالية انخفاض بنسبة طفيفة جدا 0.03% عند مستوى 3652 نقطة ويعود سبب النزول لانخفاض مؤشر قطاعي التأمين والسلع الاستهلكية في حين سجل سوق مسقط للأوراق المالية انخفاض بنسبة تزيد عن نصف نقطة مئوية عند مستوى 5010 نقاط متأثرة بضعف التدول على أسهم قطاعي البنوك والخدمات فيما هبطت بورصة قطر إلى أدنى مستوياتها في 2250 شهرا في نهاية التدولات اليوم حيث نتابع انخفاض مؤشر بورصة قطر بنسبة 17 نقطة مئوية ووصولها عند مستوى 8471 نقطة وسط مبيعات من مستثمرين أجانب في قطر أما بالنسبة لبورصتنا المحلية ومشاهدين فقد أغلقت عن انخفاض بنسبة تزيد عن 20 نقطة مئوية عند مستوى 1370 نقاط وذلك عائل انخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.331.000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 255.000 دينار تم تنفيذها من خلال 54 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة من نسبته 51% من القيمة الإجمالية للأسهم حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة